لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا وصاحبة قناة فادي الجزائري الفحلة ولهم مني جزيل الشكر والتقدير ولكل من شاهد الفيديو وعلق عليه له مني جزيل الشكر والتقدير وكما أجابه النبي الكريم الذي قتل وقدمت رأسه لغانية أو زانية هو سيدنا يحيى عليه السلام لقد بعث الله أنبياء إلى بني إسرائيل بسبب تفشي المعصية بينهم وبسبب عنادهم وكان من بينهم سيدنا يحيى عليه السلام وتبدأ قصة سيدنا يحيى عليه السلام كما ذكرت في سورة آل عمران وصورة مريم أنه عندما تمنى سيدنا زكريا عليه السلام الولد وكان قد قبر في السن ومرأته عاقر لا تلد وهو لم يأس من رحمة الله وقرم حتى يرس منه العلم والنبوة لأن الأنبياء لا يورسون إلا الحكمة ورزقه الله بسيدنا يحيى عليه السلام وكان بارا بهم وكان سيدنا يحيى عليه السلام يحب والده حبا شديدا ومنذ صغره كان لا يلعب مع الأطفال وكان شديد العبادة لله ويأتاه الله الحكم والنبوة وهو صغير وقد سلمه الله يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا وكان سيدنا يحيى عليه السلام حصورا أي لا يأتي النساء وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنقر وجاءه ملك من الملوك في عهدي وطلب منه أن يأذن له في زواج امرأة من أهله ورفض سيدنا يحيى عليه السلام لأنه حرم شرعا فما كان من المرأة إلا أن ذهبت للملك وتزينت له وتبرجت له وتعطرت له فما كان من الملك إلا أن أرادها فقالت له بشرط أن تأتي لي برأس يحيى عليه السلام فأمر الملك حاشيته بالزهب إلى سيدنا يحيى عليه السلام وأن يأتوا له برأسه فذهبوا لي ووجدوه يصلي فقاموا بقطع رأسه ووضعوها في طست وقدموها للملك والرأس تسيل دما وقدم الملك رأس سيدنا يحيى عليه السلام لإمرأة الزانية فخصف الله بالقصر وأهله وقيل بالمدينة كلها وأمها تنظر إليها والأرض تبتلعها فلما رأت أمها على هذا الحال والأرض تخصف بها ووجدت لا محالة قالت للحاشية اقطعوا لي رأسها حتى إواسي نفسي بها فهذا جزاء من يقتل يقتل وهذه هي شريعة الله في أرضه فالشيء بالشيء يسكر مثل قضية فتاة المنصورة التي أصبحت قضية العام يجب أن يعدم القاتل كما قتل ومثل بالجسة لأن لنا في القصاص حياة ويجب علينا أن نطبق شريعة الله في كل شيء وسؤال حلقة اليوم أذكر معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر